بسم الله الرحمن الرحيم وردنا السؤال وفي الحقيقة سؤال مؤثر جدا هو من بعض مخيمات اللاجئين خاصة في هذه الأيام أيام البرد هو السؤال عن أنهم لا يستطيعون تسخين الماء وبالتالي من الصعوبة استخدامها في الوضوء وكذلك في الغسل إضافة إلى قلة الماء أصلا فهم يستخدمونه مثلا في الطبخ وفي غسل أواني وغير ذلك أكثر من احتياجهم فيما يتعلق بالنظافة والغسل فعندنا عدة نقاط في هذا الموضوع أولا فيما يتعلق باستشعار نعمة الله عز وجل على من أنعم الله عز وجلهم بكثير من نعم لكنهم بسبب كثرتها وتعودهم عليها لا يستشعرونها في المقابل فقدها من الآخرين الأمر الثاني أن مثل هذه المخيمات أو اللاجئين يعني أن لا ينساهم الناس طبعا نؤكد دائما أن هذا عن طريق القنوات الرسمية التي وفرت الدولة وفقها الله فيما يتعلق بالتبرع وهذا موجود والله الحمد و مفتوح عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة هناك مجال لقضية التبرع و الدعم لمثل هؤلاء في المخيمات في مخيمة اللاجئين إضافة إلى سؤالهم عن الحكم الذي سألوه نعم أولا ينبغي أن نستشعر عظيمة نعمة الله تعالى علينا الله تعالى أن نعم علينا بنعم عظيمة و كما يقارن النعم تحرف بأضدادها فكثير من الناس يعيش عيشة ملوك لكنه لا يستشعر قدر هذه النعم التي هو فيها جاء رجل لعبد الله بن عمر يسأله هل يحل له أن يأخذ من الصدقة فسأله قال هل عندك زوجة؟ قال نعم قال هل عندك دار تأوي ليها؟ قال نعم قال هل عندك خادم؟ قال نعم قال فأنت من الملوك و استدل بقول الله عز وجل و إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكرنا متى الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء و جعلكم ملوك معنى و جعلكم ملوك قالوا إن الرجل في بني إسرائيل إذا كان عنده دار و زوجة و خادم عدوه ملك يعني يعيش عيشة ملوك فكم من الناس من يعيش عيشة ملوك و مع ذلك لا يستشعر قدر نعم الله عليه تجده متذمرا متسخطا متشكيا منتقدا لكل شيء لا يعجبه العجب فهذا قد يكون من كفران النعم ينبغى أن يعرف الإنسان عظيم نعم الله عز وجل عليه و أن ينظر إلى حوال هؤلاء حوال هؤلاء الفقراء و المساكين و البائسين و هؤلاء الذين يعيشون في المخيمات بين الثلوج و أيضا حال هؤلاء المرضى في المستشفيات و غيرهم فيستشعر عظيم نعم الله عز وجل عليه فحتى تشكر النعم لا بد أولا من تذكرها و لهذا نجد أن الله عز وجل في القرآن الكريم في عدة مواضع أمر بذكر النعم و اذكروا نعمة الله عليكم و قال موسى لقوم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم فتذكر النعم هم من أسباب شكرها و بخصوص ما سأل عنه الأخر الكريم يعني يقول إن الماء لا يمكن تسخينها لا أدري كيف لا يمكن تسخينها هذا مهما كان حتى لو كان جامدا إذا وضع تحته النار فسيكون ماء مناسبا للوضوء و التطاهر به فربما يكون الأخر الكريم قد بالغ في الوصف لكن لو لم يوجد الماء أو وجد ماء لكن لم يوجد ما يسخن به الماء و خشي الإنسان على نفسه الضرر فإنه يعدل إلى التيمم في هذه الحالة لكن في حوال ضيقة لأن بعض الناس يتوسع في هذه المسألة إذا كان الماء موجودا ليس له أن يتيمم إذا كان الماء باردا جدا فهنا ليس له أن يتيمم مادام يمكنه تسخين الماء لو افترضنا أنه تعذر تسخين الماء فهنا إذن له أن يعدل إلى التيمم إن شاء الله أمنى وبرفيني أمنى وبرفيني أمنى وبرفيني